أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره وميتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بين يدينا أيها الأخوة في بقية مجالس هذا اليوم المبارك من هذه الدورة المباركة بقي مجلساني في سورة نوح وسورة الجن سورة نوح أيها الأخوة سورة مكية سورة مكية وكذا سورة الجن هذه السورة سورة نوح مقصدها الذي تدور عليه تركز عليه هو قضية أرض نموذج للدعوة دعوة الأنبياء في صبرهم وجهادهم وتنوع أساليبهم في الدعوة إلى الله وفي مقابل معاندة وإصرار قومهم وتكريبهم وعنادهم واستكبارهم إذن هي في عرض نموذج هذا النبي الكريم نوح عليه السلام الذي هو أطول الرسل عمرا ودعوة ألف سنة إلا خمسين عاما يمثل نموذجا في طول الدعوة في الصبر والتحمل هذه المدة الطويلة مئات السنين وهو يجاهد قومه في شتى السبل وأنواع الطرق كما قال الله عز وجل أنه هنا دعوتهم جهار ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار فصبر هذا الصبر فهذه السورة تمثل لنا هذا النموذج الذي هو تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم لكل داعي في الإسلام لكل داعي يحمل رسالة الله عز وجل أن لا يمل ولا يكل ومهما طال به طال به الزمن ومهما وجدت من العناد والتكذيب وهذا نوح عليه السلام بقي ألف سنة إلا خمسين عاماً ولم يؤمن من قومه إلا قليل فهذه أعظم عبرة للدعاة في صبرهم وتحملهم فما أجمل أن نتأمل وتدبر ويتدبر الدعاة هذه السورة ليعرفوا أنهم على طريق الرسل في ما يواجهونه من شدة وبلاء وامتحان وأن الإنسان ينبغي أن يروض نفسه في سبيل دعوته بأي بلاء وامتحان ومشقة وعقبات تواجهه أياً كانت تلك العقبات قال الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم افتتح الله تعالى الحديث هنا بقوله إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قومه يُبَيِّنُ الله سبحانه وتعالى أنه قد أرسل هذا النبي الكريم إلى قومه وهذا نأخذ منه درسا أن الإنسان حينما يكون من لغة في قومه الذي يدعوهم وأن يختار في سبيل الدعوة الإنسان المناسب للبيئة التي يدعو لها إن كان من أهل البلد فهو أقرب من حيث معرفته لحالهم وظروفهم وصبر إقناعهم ودعوتهم ولم يقل هنا إن أرسل نوحًا إلى الناس قال إلى قومه فالله تعالى أرسله إلى أولئك القوم الذين عاش فيهم عليه السلام قال أن أنذر قومك وهذا يدل على أن قوم نوح كانوا على حال من المعصية والشرك بالله عز وجل لأن الإنذار لا يأتي إلا لمعصية كانوا عليها وهي أنهم كانوا على الشرك وعبادة الأصنام من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ويفيد هذا أيها الأخوة أن الأصل في الدعوة إقامة الحجة والتحذير من عقاب الله عز وجل ليس القصد هنا أو ليس الغرض هو أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا فإن إيمانهم بيد الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ فهو هنا ما قال إن أرسلنا نوحًا إلى قومه ليهديهم قال أن أنذر قومك إن عليك إلا البلاغ وهذا يفيد أيها الأخوة أن الإنسان ما عليه إلا إقامة الحجة للناس على الناس وبيان الحق سواء كان اهتدوا ما أو ما اهتدوا أو استجابوا أو لم يستجيبوا إن استجابوا فهذا بفضل الله عز وجل وإن لم يستجيبوا فليس عليه إلا البلاغ قال الله تعالى عنه قال يا قوم إني لكم نذير مبين لاحظ أن نوح عليه السلام استجاب لربه عز وجل مباشرة في قوله مباشرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين لم يقل يا ربي بين لي كيف أدعوهم ولم يقل يا ربي إن قومي جانب من الشرك أو شيئا من مراجعته لربه وإنما قال مباشرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين وهذا نأخذ منه أن الإنسان الذي يحمل راية الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون مبادرا مبادرا لأمر الله سبحانه وتعالى وأن لا يحمل هم التبليغ صحيح أنه ينبغي أن يكون معه وسائل تعينه على ذلك كما أن الأنبياء معهم الوحي الذي يزله الله تعالى إليهم لا شك أن الإنسان ينبغي أنه هيئ نفسه بالسبل لكن لا ينبغي للإنسان أيها الأخوة أن يجلس يقول والله ليس معي شيء لا أستطيع لا بد أن أعد يعني نفسي فترة من الزمن وأمكث إلى غير ذلك ويحبطه الشيطان وهبطه حتى يفتره ويقطع السبيل عليه قال الله أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون أمرهم بثلاثة أمور يعبدوا الله واتقوه وأطيعون ما الفرق بينها يظهر الله تعالى يعلم أن المقصود أعبدوا الله بفعل الأوامر بالتوحيد وإقامة أوامر الله عز وجل وشرعه واتقوه بتركي ما حرم الله عز وجل وما هو مخالف لأمر الله من عبادة الأصنام وغيرها وأطيعوني يعني بمعنى اتبعوا سبيلي في أمر الله تعالى ورسوله يعني إنما عبادة الله وتقواه سبيل طريقها هي طاعتي ولهذا قال ما قال وأطيعوه ما قال اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه قال وأطيعوني هذا يبين أيها الأخوة ماذا يبين أن الطريق إلى عبادة الله وتقواه بما كان عليه الأنبياء الرسل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذه الآية نستنبط منها هذا المنهج أن الإنسان لا يمكن أن يأخذ هديه ومنهجه في طاعة الله وعبادته إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجنى مسمى ما سر افتتاح الوعد لهم بالمغفرة بالمغفرة لماذا قال ما قال وأطيعوه يدخلكم الجنة قال يغفر لكم حتى لا يكون عائق أمامهم أنهم يقولون أننا على عبادة وكثنا فيها سنين كيف رضيها لنا وثم يغفرها لنا فقال يغفر لكم من ذنوبكم بمعنى أنه بتوبتكم وطاعتكم لله يغفر لكم ما سبق من عبادتكم السابقة فلا يكون ذلك عائقا لكم ومانعا من عبادة الدخول في هذا الدين لاحظوا أنه قال يغفر لكم من ذنوبكم ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم في القرآن جاء يغفر لكم من ذنوبكم في سياق وجاء يغفر لكم ذنوبكم في سياق فما الفرق بينهما نعم أو إما أن يكون في خطاب المؤمنين يأتي السياق يغفر لكم ذنوبكم وفي خطاب الكافرين يغفر لكم من ذنوبكم أو أن يكون المقصود بذلك يغفر لكم من ذنوبكم ما لا ما لا متعلق بالحقوق من حقوق البشر كما ذكر الأخوة لكن والله أعلم بما أن السياق أيها الأخوة جاء في سياق الحديث عن الكافرين أيضا المؤمنين بينهما بين الناس حقوق ليس كذلك فلماذا لم يقل يغفر لكم من ذنوبكم يظهر الله تعالى العلم أن السر في هذا أنه الخطاب للمؤمنين يتعلق يغفر لكم ذنوبكم ما سلف من ذنوبكم وما هو آت يعني وعد من الله للمؤمنين الذين كانوا على الإيمان أن الإيمان سيكون سبباً في مغفرة ذنوبكم كما قال الله تعالى عن أهل بد إذهبوا فقد غفرت لكم هذا في عرفات في عرفة أن الله عز وجل قد طلعوا على إباده فيقول إذهبوا مغفوراً لكم وأن من حجف لم يرفث ولم يفسق وغفر من ذنوبه كيوم ولدته أمه فيظهر أما بالنسبة للخطاب الكافرين فهو يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم ما سلف من ذنوبكم من الشرك بالله عز وجل وقال بعضهم أن من هنا لزائدة ولكن لا بد الله علم لها من معنى قال ويؤخركم إلى أجل مسمى ما المقصود يؤخركم إلى أجل مسمى يعني يؤخركم إلى أجل يطيل في أجلكم لأن أجلكم معرض للتعجيل بعقوبة الله عز وجل فإن آمنتم فيؤخر عقوبتكم أو يؤخر أجلكم بما يقدره الله تعالى فإن لم تؤمنوا فعاقبتكم وأجلكم مقرون بوعيد الله تعالى وعقابه ولهذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ما هو أجل الله إما أن يكون عقابه أو أن يكون هو موت الإنسان أو قيام الساعة على كل حال لاحظوا أنه قال يؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر يدلك على أن المقصود يؤخر لهم أجلهم الذي قدر أن إن كذبوا فيعذبهم الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى لاحظوا إخواني هنا أنه رغبهم في الإيمان رغبهم في الإيمان وطمعهم في الإيمان بما يشوقهم إليه وهو طول أجلهم والإنسان يحب طول الأجل ويحب أن يبقى فرغبهم بما يكون سببا لإيمانهم وهذا نأخذ منه درسا أنك إذا دعوت شخصا إلى الدين فرغبه بما يكون سببا في إقباله اذكر له شيئا من أسباب الخير الذي سيسوقه الله له فمثلا كونك تطيع الله عز وجل فإن ذلك سببا في طول عمرك وسببا في سعادتك وأنسك استقرار حالتك النفسية هذا باعث يطمعه لذلك هذه نأخذها من هذه الآية والله قال الله تعالى لو كنتم تعلمون ماذا نأخذ من قول لو كنتم تعلمون نأخذ منه أن الإنسان الذي لا يستحضر الأجل حقيقة فهو غافل قال لو كنتم تعلمون حقيقة الحياة التي أنتم فيها وأنها زائلة وآلة إلى الزوال وإلى نهاية لو كنتم تعلمون لآمنتم ولتفكرتم فيما أنتم فيه فالذي لا يستحضر أجله ولا يستعد له ولا يقبل على ما وراء هذه الحياة وهي حياة الآخرة بالاستعداد لها فهو داخل في قوله لو كنتم تعلمون ثم تأمل بعد ذلك جاء التفصيل كل ما سبق هو إجمال جاء هنا التفصيل في كيف كان نوح عليه السلام يدعو قومه قال الله قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا هو نوح عليه السلام ما كثف مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاما طال به الزمان وهو يدعوه وهم معاندون ويستكبرون فهو الآن وصل به الأمر إلى أنه أيقا عدم إسلامهم وعدم إيمانهم ودخولهم بعد تسعمائة وخمسين سنة من الدعوة الإنسان منا أيها الأخوة لو دع الإنسان مرتين سأثقل لا خير فيك بعض الناس يمل والله إننا أسمع من الكلمات هذا صل على الأربع ما في فائده وهذا تيئيس من رحمة الله أين الصبر والتحمل ألف سنة إلا خمسين عاما يمكت في دعوتهم فهو هنا يعرض لربه وهو أعلم بحال يقول يا ربي فعلت كل ما بوسعي ليلا ونهارا سرا وجهارا ولكنهم أعرضوا قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا وهذا نأخذ منه أيضا فائدة أن الإنسان يتحين الأوقات المناسبة للدعوة قد تكون أوقات النهار مناسبة للإنسان يدعوه يعني في أوقات النهار التي فيه اجتماع الناس فيجتمع معهم هي وقت خروجهم فيصادفهم وأوقات الليلة التي فيها سر وخفاء يجالسهم سامرهم يخلو بهم فيدعو كل شخصا شخصا لوحده يعني اختيار الوقت المناسب مهم جدا لكن لو أتيت إلى شخص سدعوه لله تعالى مثلا بعد الضهيرة في القيلولة وقت نومه وغداءه وطعامه لن يقبل منك يعني لن يكون قلبه مهيئ لك فلابد أن تتحيل الأوقات المناسبة بل إنك إذا أتيت ورأيت منه نفرة فتحببه بكلمات طيبة وتدعو له ربما لا تدعوه في هذا الوقت حتى لا تنفره من دعوة فيكون سببا في إقباله لك مرة أخرى قال ليلا ونهارا هنا قدم الليل على النهار ما سر ما سر تقديم الليل على النهار هم يقولون أن للليل وقت راحة هدوء وخلوة فهو أهيأ للنفس فهو أهيأ للنفس ولذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلا أهيأ نفس نفس لها كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة يعني القلب مهيأ في الليل من حيث هدوءه والعصاب المتخية والنفس أيضا قد يعني خلت من أشغال الدنيا ما تأتيه ومنشغل بدنياه فيكون قلبه لاهن عنك وإنما انتهى شغله من عمل في الدنيا فتأتيه في هدوء ووقت راحة أو قبل نومه فيكون ذلك أدعى والله أعلم قال فلم يزدهم دعائي إلا فراوة هذا يبين لنا سنة من سنة البشر أيها الأخوة هو أن الناس صنفان مع الخير والدعوة والتذكير وآيات الله عز وجل منهم من تزيده إيمانا ومنهم من تزيده بعدا الموعظة قد تزيده بعدا يا ذنب الله كيف موعظة تزيده بعد أخواني كيف تكون آيات الله عز وجل هل يمكن للإنسان يقول أنه آيات الله عز وجل تزيده بعدا نعم كيف تزيده بعدا إذا كان رجلا معرضا معرضا مستكبرا مصرا كما قال الله عز وجل قول هو للذين آمنوا هدى وشفاء لا في قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة القرآن يزيد خسارة القرآن يزيد ربح وفوز فلكنه يزيد خسارة لمن أعرض عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ركا قال الله سبحانه وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم لتغفر لهم كلما دعوتهم لتغفر لهم ما دعوتهم لنفسي ما دعوتهم لكي يؤمنوا بي دعوتهم لتغفر لهم لمصلحتهم لاحظوا أيها الأخوة الإنسان مجرد هنا يعني نأخذ منها أن الإنسان في دعوته مع إصرار الناس في بعدهم يكون مجردا من حضوض نفسه إنما قصده هداية هؤلاء حرصا عليهم وخوفا عليهم من عذاب الله قال الله لتغفر وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا لاحظ موقفهم إصرارهم بعدهم صوره الله عز وجل في ثلاث أوصاف قال جعلوا أصابعهم في آذانهم عياذا بالله أي عراض بعد هذا ليس فقط جعل طرف أصبعه وإنما جعلوا أصابعهم الأصبع كله كيف إنسان يدخل أصبعه كاملا في أذنه حتى لا يسمع هذا ليس في الحقيقة ليس حقيقة وإنما مبالغة في سد منافذ السمع وليس المقصود أنه يدخل أصبعه كاملا هذا لا يمكن لكن المقصود الدلالة على مبالغته في عدم السماع عبر بالأصبع هنا دون أطراف الأصابع قال الله نعم لكرههم السماع حسنت لشدة كرههم للسماع وعدم رغبتهم فيه واستغشوا ثيابهم يعني تغطوا واستغشاء من الغاشية وهو الغطاء طيب لماذا يستغشون ثيابهم حتى لا يروا يعني معا لا يسمعوا لا يروا وإما أيضا وهو مبالغة في إعراضهم عنه إعراضهم عنه فهي التصوير لشدة إعراضهم أيها ذنب الله يعني لو أنه استحوا وقالوا قالوا يعني كلمة تنم عن حيائهم كانوا أهوى لكن هذا شدة في إعراضهم وإصراره قال وأصروا أصرار لم يدخل إلى منافذهم ولا شيئا حرك في قلوبهم رغبة ليس عندهم أدنى الرغبة ثم قال واستكبروا ولم يقول استكبروا فقط استكبارا فهو استكبار مضاعف زيادة على ما كانوا عليه ثم قال الله نوح عليه السلام مما يؤكد أنه جاهدهم مرة بعد مرة وبدل معهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا قال إني دعوتهم جهارا ماذا يفيد قوله أني دعوتهم جهارا ولماذا قدم الجهار على السر هنا أو قدم الجهار هنا أولا ثم قال أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا يعني من حرصه عليه السلام أنه يعني يجهر لهم بالنصح خوفا عليهم أنت الآن إذا خفت على إنسان وبما تصرخ به يا رجل انتبه تحذره مما هو مقبل عليه من العقوبة أو العاقبة أو الأمور السيئة فهو من حرصه عليه السلام بلغ به أنه يجهر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فنادى قريش بأسمائهم حرصا عليهم خوفا عليهم من عذاب الله إني منذر لكم بين يد عذاب شديد إني نذير لكم بين يد عذاب شديد قال الله ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فهذا يفيد أيضا ديان تعدد أحوال الدعوة من إعلان وإصرار أسررت لهم إصرارا يعني تحينت كل الفرص لدعوتهم لم أترك سبيلا لذلك إلا أتيت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا انظر إلى كلمة غفارا مبالغة يعني ترغيب بأساليب أسلوب هنا الدعوة أتى حتى بما يرغبهم إلى الإيمان فقلت استغفروا ربكم ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأوجدكم استغفروه فإنه سبحانه وتعالى غفار إنه كان غفارا مبالغا في وصف الله عز وجل بالمغفرة ولم يقل غفورا وإنما صيغة مبالغة غفار حرصا على إيصال الرسالة إليهم بأن ربهم إذا عادوا إليه فإنه سيغفر لهم ثم قال أيضا يطمعهم ويرغبهم في الإيمان بمصالحهم وهذا كما قلت لكم قبل قليل هي تحي أسباب الترغيب وتحري الفرص الداعية إلى رغبتهم وإيمانهم بمصالحهم والشخصية الدنيوية قال يرسل السماء عليكم مدرارا فهو يرغبهم حتى في مصالحهم الدنيوية يعني هنا من أسباب الدعوة أيها الأخوة أن الإنسان يسلك ويبين مصالح الدنيوية حتى المصالح الدنيوية مما يرغب فيها في الدعوة إلى الله عز وجل في هذا أيها الأحبة نأخذ قاعدة عظيمة في هذه الآية أن الاستغفار سبب من أسباب الخيرات المطر والخيرات كلها وعمر رضي الله عنه خرج بالناس ليستسقي بهم فما زاد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك أمير المؤمن قد دعوت الله قال لقد استسقيت الله عز وجل بمجاديح السماء وهي يعني هي عبارة عن النجوم المضيئة فكأنه قال أنني استسقيت الله عز وجل بأعظم الأسباب الداعي لزال المطر وهو الاستغفار والاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسل وكما قال الله عز وجل ومي يتق الله يجعل له مخرجة وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا الحسن لقد افتقرت قال استغفر الله وجاء آخر فقال يا الحسن قد لا يأتني ولد قال استغفر الله وجاء شخص فقال إن لي حاجة فقال استغفر الله فقال أصحابك أن رأيناك كل من أتاك بحوائج مختلفة قلت لهم استغفر الله فقرأ قول الله عز وجل هذه الآية فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا فالاستغفار أي الأخوة لمن أراد أي باب يفتح له وأي خير يساق له فعليه بكثرة الاستغفار فعليه بكثرة الاستغفار فإنه مفتاح للمغاليق لكل باب أغلق فإن مفتاحه الاستغفار أحد الأخوة يقول كنت مقدم على وظيفة فأتيت مكتب المدير ما كان عندي واسطة ولا كان عندي أحد أكلمه ولا طريق أتوصل إليه فلما دخلت وأنا ذاهب لزمت الاستغفار وأنا جلست في مكتبه ساعة يقول وأنا أستغفر الله يقول وأعطيته الملف أو الورق الخطاب إلى السكرتير فأدخله فدعاه مباشرة يقول ما جلست عنده خمس دقائق أو أكثر بقليل إلا وقد وافق على طلبي من فتح قلبه حدثني هو بنفسه عن قضيته من فتح قلبه إلا الله عز وجل بهذا الاستغفار الذي من لزمه جعل الله له من كل مهم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزق حيث لا يحتسب ومواقف الاستغفار شيء لا تنتهي في أنه علاج لكثير من مشكلاته وحاصة المشكلات الزوجية قال الله عز وجل ويمددكم بأموال وبنين تأملوا أيها الأخوة أيضا هي مصالح دنيوية الإيمان سبب للمصالح الدنيوية الاستغفار والإيمان والمقصود باستغفار من الشرك تداءا فالإيمان والتوحيد والأعمال الصالح سبب في زيادة الخير للإنسان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه ما قال يكثر الصلاة وإنما قال فليصل رحمه ليصل رحمه فانظروا أيها الأخوة أن الأعمال الصالحة الأعمال الصالح سبب في الخير والرزق الخيرات بإذن الله قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة قيل أن قوم نوح مكثوا أربعين سنة لم يغاثوا وانقطع نسلهم أو انقطع نسلهم أراد الله عز وجل أنقطع نسلهم ليكون سبب في إقابهم هذا من مروية من رواياتي التي ذكرها أهل التفسير لكن الله أعلم بها فوعدهم نوح عليه السلام إنهم آمنوا أن الله عز وجل سيفتح لهم الخير ويرزقهم من حيث لا يحتسبون قال ويجعل لكم أنهارة ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارع ما لكم لا تعظمون الله وهو الذي خلقكم ورزقكم ما لكم لا تعظمون الله وأنتم ترون آياته والبراهين الدالة عليه لا يحب أنه قال ما لكم لا ترجون لله وقارع لماذا قال ما لكم لا ترجون لله وقارع ولم يقل ما لكم لا تعظمون الله أو تتقترونه ما معنى لا ترجون لله وقارع يا أحسنت يعني هذا ليل أن ليس في قلق قلوبهم ولو يسيرا من توقير الله لو كانوا يوقرون الله عز وجل فإن فتحت قلوبهم إلى الإيمان فهم لا يرجون وليس في قلوبهم أدنى التقدير والتوقير لله عز وجل ثم قال وقد خلقكم أطوارا يذكرهم بأحوال خلقهم منهم يوم أن كانوا نطفة لا قيمة لها يذكرهم بضعفهم مع هذا الاستكبار الذي هم فيه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة يذكرهم أيضا بهذا الخلق العظيم الدال على الله عز وجل قدرة الله وحدانية الله سبحانه وتعالى وقال سبع سماوات طباقة هل السماوات طباقا منطبقة بعضها على بعض الله أعلم لكن يظهر أن المقصود هنا والله أعلم أنها متناسقة منتظمة كما قال الله عز وجل في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرة هل ترى من فطور فارجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصرة الخاصة وموحة السير فالمقصود هنا هو التماثل والتجانس والانتظام والإحكام الله تعالى أعلم قال الله عز وجل وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا استنبط العلماء هنا أن القمر أين؟ في السماء فيهن قال وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وقد ورد في الحديث أنه السماء الرابعة والله أعلم قال وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا لاحظوا أنه قال جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ما الفرق بين السراج والنور أن السراج دال على أن أصل النور منه هذا الإشعاع وهذا الضياء مصدره الشمس لكنه بانعكاسه على القمر يصبح القمر نورا فالقمر في الأصله غير مضي في أصله وإنما هو بانعكاس النور من الشمس يكون نورا وهذا والله أعلم سر تسميته هنا نورا وتسمية الشمس سراجا قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا يذكرهم بأنهم كانوا في أصلهم نباتا إما أنهم نشأوا من الغذاء الذي ينبت في الأرض وإما أنهم نبتوا من أصلهم آدم الذي كان من الأرض نعم منها خلقناكم أو يكون أن خلقهم هم في أصلهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ينشأون من ما تخرجه تنبته الأرض والله أعلم لاحظوا أنه قال بعد ذات ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم إخراجا أي للبعث ما السر في قوله هنا والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إن باتا وقال ويخرجكم إخراجا ولم يقل خراجا ما الفرق بين نباتا دون إن باتا الظاهر أن المقصود بالإنبات أنه على مراحل أنه على مراحل أما الإخراج فهو دفعة واحدة ولهذا الفرق بين أنزل ونزل أن نزل مراحل وأنزل مرحلة واحدة كما قال في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله الله الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق نزل مراحل متدرجا وثم قال نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من التوراة من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل دليل على أن التوراة والإنجيل منزلة جملة واحدة والله على فهنا قال نباتا دون إن باتا دلالة على المراحل وقال إخراجا دون خراجا دليل على أن خروجهم دفعة واحدة مرة واحدة يحيهم الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى قال الله الله جعلكم الأرض بساطة أي بسطها لكم هيأها لكم لجميع ما تحتاجونه وما تسلكونه من السبل ولهذا قال لتسلكوا منها سبلا في جاجة الفج والطريق لتسلكوا منها طرقا متعددة حيثما تشاءون ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في نتيجة هذا الدعوة وهذا الجلاء من الحرص نوح عليه السلام قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة يعني يقول أنهم عصوني واتبعوا من كان ذا جاهن وكان ذا مال من كبارهم وساساتهم التي أغووا أتباعهم بما كانوا عليهم من المال وما كانوا عليهم من الثراء والأولاد فكان ذلك سببا في إغواء غيرهم قال من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وهذا نأخذ منه درسا أن الإنسان أيها الأخوة قد يعطيه الله عطاء من المال والولد فيكون سببا في طغيانه وسببا في غفلته وإعراضه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا كبارا لم يقل كبيرا المراحلة الكبر أو الكبر ثلاثة كبيرة وكبارا وكبارا وفيها قراءتان هنا كبارا وكبارا فلاحظوا أن نوح عليه السلام وصف قومه بمكر كبارا يعني وصل بهم المكر غايته قد بذلوا كل ما في وسعهم في صد الناس عن دعوة نوح عليه السلام أرأيتم أيها الأخوة أي سبيل في الصد عن سبيل الله بعد هذا ماذا كان مكرهم كانوا صورون لقومهم أن دعوة نوح هي مخالفة لما كان عليه أباءكم وأبناءكم أن دعوة نوح سبب لقحطكم وفقركم وغير ذلك وانظروا ما نحن فيه من غنى ولم يضرنا كفرنا إلى غير ذلك من أنواع المكر والكيد والإضلال وقالوا لا تذرن آلهتكم كيف تذرن آلهتكم وآلهة أبائكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وهذه أصنامهم وقد كانت هذه الأصنام أصلها رمز إلى رجال صالحين كانوا فيهم فلما ماتوا أدخل الشيطان على آبائهم أن يصورون لهم تصاوير يتذكرونهم فتحثهم وتدفعهم إلى المواصلة المسير على ما كانوا عليه والإيمان والعمل الصالح انظروا إلى خيوط الشيطان إلى إقاع الإنسان بالشرك أول ما كان لم يأتي يقول اجعلوهم على تصاوير وعبدوها وإنما قال صوروهم بتصاوير تتذكروا لهم فيحفزونكم ويدفعونكم الإيمان والعمل الصالح ومتابعتهم وهذه سبر الشيطان كما قال الله عزيزي لا تتبعوا خطوات الشيطان ثم لما انقضى لذلك الجيل جاء جيل آخر وصنعوا لهم تماثيل ثم الجيل الثالث عبدوهم من دون الله عز وجل يا ذنب الله قال الله سبحانه وتعالى وقد أظلوا كثيرا من الذي ظل كثيرا لمن تكون الأصنام كما قال إبراهيم عليه السلام واجنوبني ومن ي أن نعبد الأصنام ربي إنهن أظللن كثيرا من الناس وإما أن يكون هؤلاء قد أظلوا كثيرا وهذا لا يمنع أن يحتمل اللفظ قال الله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا يعني لا تزدهم على ما هم عليه إلا ضلالا إما أن يكون المقصود ضلالا في الدنيا في أمور الدنيا وما هم فيه من حال وإما أن يكون أن نوحا عليه السلام قد يأس منهم وأراد أن يكونون في غاية من الظلال حتى يعقبهم الله عقابا شديدا بعد هذا الاستكبار والإصرار والعناد قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا أي أن سبب إغراقهم هو الخطيئات ولم يغرقوا بما يزعم أن يكون هذا السبب من أسباب الطبيعة أو النجوم أو ذلك بل مما خطيئاتهم أغرقوا فالإنسان إنما يؤخذ بذنوبه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الله تعالى فأدخلوا نارا استخرج بعض المفسرين من هذه الآية استخرج دقيق جدا وهو دليل على عذاب القبول كيف فالفاء أحسنت أن الفاء للتعقيب فلما أغرقوا أدخلوا نارا أي أدخلوا لدار البرزق فعذبوا لكن الآية في الآصل أنها في عذابهم يوم القيامة ولعلها داخل فيما ذكروا قال أحسنت أحسنت زاك الله خير أن هذا دليل على وجود النار فأدخلوا نارا مباشرة قد يكون ذلك في قبورهم بعذابه بما يفتح لهم من أبواب النار أو توعدا لهم بالنار الموجودة قال فلم يجد لهم من دون الله أنصارا وهذا يدل على أن من اتخذ من أحدا غير الله فلن يكون له نصير في الآخرة ولن يجده له سبيل فما الفائدة وما المصلحة للإنسان يسعى وراء الناس وراء الخلق ليس لك إلا ربك هو من جاك هو من جاوك قال الله سبحانه وتعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هنا نوح عليه السلام قد انتهى به الأمر في تيأوسه منهم بعد هذه المدة الطويلة وسأل الله ألا يبقي أحدا منهم حتى لا يفسدوا في الأرض ويطول فسادهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ما معنى ديارا إما أن يكون ديارا يدور في الأرض ويتحرك وإما أن يكون صاحب دار كأن الله أراد أن يهديمهم بدورهم والله أعلم قال الله عنه إنك انتذرهم يضل عبادك نوح عليه السلام لم يسأل الله عز وجل أن ينتقم من قوم نوح لأنهم كذبوه وعصوهم ولم يستجبوا له قال إنك انتذرهم يضل عبادك نوح عليه السلام ما زال في غيرته على دين الله يخشى من هؤلاء أن يضل الناس يضل الناس ليس هو غرضه أنهم عصوا واستكبروا عليه هو بشخصه وهذا يأخذ منه الدعي للنسان لا ينتقم لنفسه ولا يسأل الله عز وجل عقوبة أحد انتقاما لنفسه وإنما لأن ذاك الرجل عصى الله أو أنه أفسد في دين الله أو أنه انتشر شره أو غير ذلك قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا كيف عرف نوح عليه السلام أنهم لن يلدوا إلا فاجرًا كفَّارًا إما أن يكون من طول هذا الزمن وإما أن يكون من قول الله عز وجل قيل يا نوح وقولنا يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعلم أنه لن يؤمن أحد فقال وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ثم سأل الله عز وجل أن يغفر له ما كان بعد هذا الجهد الطويل والصبر المديد والجهاد الكبير مع قومه قال رب اغفر لي وهذا نأخذ منه درس للإنسان مهما بذل من جهد ينبغي أن يعترف بالقصور وينبغي أن يكون متذلل لله خاضئا لله يسأل الله العفو والمغفرة قد يكون أخطأ قد يكون قصر قد يكون أحسن ثم لا يجرد نفسه من حضوظه رب اغفر لي فهذا أعظم ما ينبغي عليه أن يكون نسان ثم تعم دعوته الآخرين فهذا مما يعني مما يرجو الإنسان فيه أن ينفع نفسه وإخوانه والأقربين ولهذا قال ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ما المرقصود ببيته إمن يكون بيته الذي يسكنه وإمن يكون المسجد وإمن يكون الدين والله أعلم مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وهذا نأخذ من النسان يا أخواني لا ينسى أن يدعو لإخوانه المسلمين والمسلمات ونحن في عصر عهد الآن يحتاج يحتاج المسلمون إلى دعواتنا صدقا وغيرة وحمية للدين أن لا ننسى في دعواتنا أيها الإخوة وإخوان المسلمين قال الله ولا تزد الظالمين إلا تبارا يعني هلاكا ودمارا وخسارا وقطعا يريد أن ينقطع الكفر من بعد ذلك الضلال والإضلال والله تعالى أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك